السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعاً يبل ما ندخل شوفوا لهذا التعليق بالله فرق شاسع ما بين الأشخاص اللي بيحبطوك وبيسموا بدنك وما بين الأشخاص اللي تفتخر أنك أنت عملت لهم إشي في حياتهم أو غيرت شيء بحياتهم أو ساعدتهم بشيء هذا الشخص هو أخ عزيز متابع من زمان وهو بأيام المدرسة علي فاضل ولما دخل على القناة كان هدفه أو طموحه أنه إنسان عادي ولكن تغير لما شاف أنه سعيد الدكتور بحكي بعلم الفلك وأنه بعلمه بمنطقه بأشياء فصار سعيد بالنسبة له قدوة نقدر نحكيها فأصر أنه هو ينجح بالبكالوريا اللي هي بالمرحلة النهائية من المدارس أو من المدرسة ويدرس طب وهو حالياً بدرس طب فشوفوا هالتعليق بالله يعني زي هذا الشخص أنا كيف بدي أسكر القناة أو أغلق القناة وفيه شخص زي هذا الشخص بتابعني مش أنا أبدأ أخجل من حالي فعشان هيكي بقول الله عليه أو للدكتور عليه كل عام وأنت بكل خير وسعادة وإن شاء الله ربنا بعيدوا عليك بالصحة والسلامة والعافية وبشوفك بأعلى المناصب وبأحلى التخصصات وأي شيء بدك إياه في مجال الطب ما رح أقصر معك وفي مجال الفلك أيضاً مش رح أقصر معك وفي أي وقت ابعتلي بجاوبك إن شاء الله حبيبي الله يرضى عليك أنت لما بعدت لي الرسالة أنا كنت مسجل حلقة يوم السبت فحبيت أني وأنا بسجل في هاي الحلقة أني أنا أحط تعليقك معلش بعد إذنك يعني وأقول لك وجميع المتابعين يهنوك ويقولوا لك كل عام وأنت بخير الله يرضى عنك يا حبيبي ويوفقك ويهدي بالك ويكون معك وما يخذلك يا رب وحياتك تكون أحسن من حياتنا اليوم طبعاً رح نحكي عن انتقال عطارد إلى الجوزاء اللي هو يوم 11 يوم الأحد يوم 11 هزيران يونيو طبعاً هو رح ينتقل انتقال سريع إحنا منسميه لأنه حركة عطارد الآن سريعة لأنها بتحاول أنها تلحق الشمس لأنه دائماً الزهرة وعطارد بيكونوا حوالين الشمس يعني يا قبل برج يا بعد برج يعني حواليها فعطارد بيحاول أنه يلحق بالشمس الآن هو عملية دخوله رح تكون اللي هو زي ما حكينا يوم الأحد 11 ستة في تمام ساعة 10 و 26 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش ورح يظل بحركته في برج الجوزاء ليوم 27 ستة طبعاً هو في أول ساعات يوم 27 ستة يعني منقدر نقول أنه بتوقيت الشرق الأوسط صباح أو فجر 27 ستة ولكن على توقيت جرينيتش بيكون يعني دقائق بسيطة بعد منتصف الليل طيب كوكب عطارد دائماً إحنا منحكيه هو المسؤول بتأثيراته على قدرة التفكير ونقل الأفكار للغير تقوية الذاكرة بيتحكم في الاتصالات والمواصلات وطبعاً دخوله على الجوزاء هو الكوكب المتحكم في برج الجوزاء يعني هو داخل على بيته بمعنى آخر فعشان هيك رح يكون بقوة عالية جداً إلا أنه في بعض الزوايا شوي ممكن تقلل من طاقته الآن عطارد لما بيكون في حالة سعيدة أو بيشكل زوايا سعيدة أو إيش بيعطينا إحنا بالكامل هو بيعطينا الفضول والعفوية قوة الاتصال قوة التعبير إيصال المعلومة عشق الحرية نشاط الفكري نشاط الحركي تحليل الأمور بشكل دقيق وبيتحكم بالاتصالات والمواصلات أيضاً ولكن في حال انتحاست أو تشكل زوايا سلبية فوراً فوراً أول شغلة بنحطها في البال تسرعنا وعصبيتنا هدول أهم شغلتين في أثناء سلبية عطارد إن كان بزوايا في بيته تراجعه هاي أول تأثير بنحطه بالحسبان ومن المعروف أن كوكب عطارد هو المسؤول عن النشاط الفكري والذكاء والكتابة والتحليل والاتصال والتواصل قوة الحدث قوة الحركة وتأثيراتها المباشرة والغير مباشرة طبعاً عطارد بيظل بحركة أمامية فيه له تراجعات ثلاث مرات كل سنة طبعاً هو أنهى تراجع لسه أضعي له كمان تراجع جاي على الطريق يعني بنا نجهز حالنا لهذا الموضوع هو له تأثير مباشر على القشر الدماغية أو الفصل الجبهة أو ما يسمى بالعين الثالثة بيحفزها بيحفز هرموناتها بشكل قوي جداً عشان هيك بتصير نظرتنا للأشياء والأمور من حولنا عميقة جداً وأبعد رؤية وطبعاً عطارد بحركتي الأمامية دائماً بتدل على اكتشافات جديدة لها علاقة بالتكنولوجيا لها علاقة بالاتصالات بالمواصلات بالعقارات الطبية بابتكار بالبرامج والأشياء اللي لها علاقة بالإلكترونيات طرح أشياء غريبة جديدة على الساحة يعني بعطينا برضو بمدنا برؤية واضحة لأمور حياتنا وبصير عندنا قدرة على استعاب كثير من الأمور طبعاً بيستفيدوا موليد برج الجوزاء هم أكثر الأشخاص لأنه عندهم بيستفيدوا في مجال الدراسة والمطالعة والاتصالات والمواصلات والمواليد الأبراج الهوائية الأخرى اللي هي الهوائية والنارية الميزان والدلو والحمل الأسد القوس وكل شخص لما انولد كان عطارد عنده في ساعة ميلاده في برج الجوزاء طبعاً نقصد هنا برج ونقصد هنا طالع الأشخاص اللي بين ولدوا عطارد بيكون عندهم بالجوزاء بما أنه هو كوكبهم المتحكم معناته يريدون يعطيهم طاقة عالية جداً فبيتمتع هذولا بقدرة التفكير ودماغ قوي ونشط وقدرة على القرارات واتخاذ القرار السريع سرعة البديهة وقدرة على المواجهة حل مواضيع ومواجهة مواضيع صعبة يعني قدرة التحليل عندهم بتكون مميزة أو منقدر نقول الذكاء أو سرعة البديهة يعني بتكون عالية جداً أكثر طبعاً الأشياء اللي دايماً منحكيها إحنا إنه الزوايا تتحكم بسعودة ونحوصة الكوكب أو في أثناء مقوثه في البرج فعشان هيكي ما منعتمد حتى لو كان هو في بيته وبيعطيه طاقة عالية جداً إلا إنه في لحظات معينة لما بشكل زوايا سلبية إلا الزوايا السلبية هاي بدها تنزل من طاقته يعني اللي نفترض أعطاه مية في المية وأجه زوايا سلبية كثيرة طبيعة الحال بدها تنزل الطاقة هاي بدها تصير سلبية ما بقدر أنا أقول لا لأنه في بيته معناته طاقته معناته صح طب ووز زوايا معي لها تأثيرات برضو معناته ما بقدر ألغيها اللي بيتحكم بسعودة ونحوصة الكوكب الزوايا طيب إيش الزوايا اللي رح تتشكل أثناء تواجد عطارد ببرج الجوزة الآن يوم 11.6 في زاوية تثليث تيجي ما بين عطارد وما بين بلوتو وهي تأثيراتها بدأت من يوم 8.6 ومستمرة ليوم 14.6 وبما أنها تثليث معناته زاوية إيجابية وبتعطي طاقة إيجابية سرعة القرار وبرضو الحدية بالقرارات وأيضا تحليلنا للأمور الغامضة واهتمامنا بالعلوم الغامضة بصير أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي بعد الانتقال اللي هو أول زاوية يوم 15.6 بين عطارد رح يشكل زاوية تربيع سلبية مع زحل وهي شوية بتعطينا عصبية تسرع بالقرارات نشعر بالإحباط الوسواس والأفكار السودة بتسيطر علينا طبعا هاي الزاوية تأثيراتها من يوم 12.6 ليوم 18.6 وبحذر من أثناء قيادة السيارات وأثناء الحركة من الإصابات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي يوم 17.6 بين عطارد رح يشكل زاوية تسديس مع الزهرة وتأثيراتها بتبدأ من يوم 12.6 وحتى يوم 21.6 هاي الزاوية بما أنها عطارد والزهرة هون جمعت ما بين القدرة الفكرية والأمور العاطفية وعطتها إيجابية قوية معناته قدرة التواصل مع الأحبة والحبايب والعلاقات والنشاط العاطفي والاتصالات العاطفية وإلى ما لنهاية بتكون بطاقتها العالية جدا وبصير في نشاط بالفترة هاي للأمور اللي إلها علاقة بالتجميل أو السعي نحوها أو الابتكارات التجميلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي يوم 21.6 وهي زاوية التسديس بين عطارد وبين المريخ هاي زاوية إيجابية وقوية جدا وتأثيراتها من يوم 18.6 ليوم 24.6 بتعطي طاقة للحركة للنشاط للمنافسات الرياضية لأمور اللي بتطلب حركة وقوة في نفس اللحظة وأيضا لها علاقة بالطاقة الإيجابية للأشخاص اللي بيعانوا من بعض الأمور الجنسية أو الضعف الجنسي لأنها بتعطيهم طاقة عالية جدا بننشط في كل المجالات اللي بتطلب للأمرين هذول أعطتنا كمان طاقة إيجابية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة هي زاوية بتصير يوم 25.6 زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين نبتون وهذه تأثيراتها من يوم 23.6 ليوم 28.6 بما أن عطارد ونبتون هنا اجتمعت الحركة مع الخيال معناته وتربيع معناته هنا منصير نحكم على الأشياء بشكل بالظن أو بدون ما نتبين بس مجرد ما إنه إجانا إحساس أو شكينا أو حتى إجانا تلميح بالخيانة بالغدر بالهاي على طول الخطة منتخذ قرارات متسرعة فبصير في عنا فوضى في هاي الأمور فحاولوا قدر الإمكان في هذا التاريخ إنه ما تأخذ بالشك ما تأخذ بالضن الأحلام والكوابيس ستكثر بهاي الفترة الأرق والقلق والتعب العصبي التقلب بالمزاج بصير عالي جدا والشكوك بالأحبة بصير عالي جدا بكمان بمعنى عطارد ونبتون هنا هاي الفترة بتركز على بعض الأمور اللي إلها علاقة بالمياه مثل ناقلات النفط أو البواخر أو الأمور اللي إلها علاقة بالأمور البحرية فعشان هيك هاي الأشياء بصير عليها علامات استفهام خوفا من الحوادث أو الأمور والتقلبات المناخ اللي إلها علاقة بالمياه أيضا طيب يا سعيد خلص بكفي خلينا نروح على التوقعات ونسمع كل واحد إيش بدك تحكي عنه برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا عطارد بما أنه رح يكون بالجوزة يعني البيت الثالث لإلكم فهنا رح يعطيكم قوة التواصل والاتصال والتحبير عن آراءكم والمكانينكم للآخرين وهذا الشيء رح يكون بطريقة مميزة جدا وبتقدروا توصلوا أفكاركم والأشياء التسويق الأشياء الفكرية والعقلية بتجذبك المواضيع الكبيرة بتجهدوا متعة حقيقية في التنقلات اليومية والسفريات القصيرة في ناس كثير من موليد برج الحمل ممكن يصير عندهم سفر سريع أو سفر قصير اللي بسافر لبلد وبرجع بشكل سريع في نوع من أنواع السعادة والنشاط والحيوية لا سيما مع الأشخاص المقربين منك مثل الإخوة ومثل الجيران وهي أفضل فترة بتكون لطلاب برج الحمل خصوصاً الثانوية العامة أو اللي عندهم امتحانات بالفترة هاي على مستوى الدراسة الاستيعاب النشاط الفكري العالي شوي ممكن تجدوا أنفسكم مدفوعين لتعزيز العلاقات مع الإخوة ومع الجيران وطرح أفكار تشاركية معهم الاهتمام برضو رح يصير في مجال الإلكترونيات والسيارات برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً هنا رح يكون في بيت المال النشاط عطارد فمعناته هنا رح يفتح فرص مالية حقيقية ومكاسب واضحة بتيجي نتيجة عمل إضافي أو مستحقات مالية أو مستردات مالية أو شغل سريع بيجيك أو دعم مالي زي ما حكينا بتقدر تدخل بكل المعاملات المالية مع البنوك مع المصارف مع ضريبة تأمين أو البدء بمشروع مالي جديد ولكن برضو في الزاوية السلبية اللي بتتشكل اللي دايماً منهدد منها إنها هاي علاقة بالخسارات المالية بتقول لك إنه يبل ما تخطي ادرس المشروع بشكل جيد ولكن عليك برضو إنك تنتبه من الإصراف لأنه بالفترة هاي بصير عندك حب لصرف الفلوس أو رغبة باقتناء أشياء ممكن أنت تكون مش بحاجتها عندك أفكار مهمة جداً وهاي الأفكار ممكن تترجم وتعود عليك بأرباح وفائدة حاول إظهارها للعلن حاول إنك تستغلها وتنشط بهذا المجال لأنه تعطيك فرصة قوية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعاً هنا وهو رح يكون عطارد موجود عندك فعشان هيك رح تهتم بشكل كبير بتطوير مواهبك اللي لها علاقة بالكتابة بالإبداع بالقدرات الفكرية وممكن تظهر حتى قدراتك بشكل كامل عندك القدرة على التركيز والفهم والبحث عن المعرفة تمتلك قوة حدث ورغبة في التعمق في الأشياء والأفكار الكبيرة ومحاولة تفهمها وصبر أغوارها تتسلط عليك الأضواء هاي الفترة عندك إمكانيات عالية جداً في كل شيء حتى في الأمور العاطفية ولكن حاول أنك تنتبه لأنه ممكن تخدعك مظاهر الأشياء كثير عشان هيك حاول أنك تتعمق فيها وتدرسها بشكل جيد برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً هنا عطارد في بيت المتاعب عشان هيك شوية أنت ممكن تتضرر من هذا الموضوع بشكل نفسي لأنه بلعب على الوتر النفسي فبيوهمك بأشياء بخوفك من أشياء بعرضك لبعض الإصابات فعشان هيك بدك تحذر من أي عارض أو طارق صحي خصوصاً الإضطرابات اللي إلها علاقة بالهرمونات أو حساسية الجلد أو الأمور اللي إلها علاقة بالتنفس اللي هي مثل حساسية الرئة مثلاً أو اللي عندهم مشاكل رأوية وما تثق كثير بحدسك في هذه الفترة لازم تتبين بشكل جيد من كل المسائل لأنه ممكن تبالغ في فهم الآخرين وممكن تكون مخطئ حاول أنك تحذر من الأفكار الغير واضحة بالنسبة لإلك ممكن تتسبب لك هذه الفترة بعض المواجهات الغير متوقعة مع أشخاص قرباء أنت شخص له خصوصيته وصفاته اللي بتكون مصدر قوته الحقيقية حاول أنك تحافظ على هذه الخصوصية بعيد عن إلقاء اللوم على الآخرين في هذه الفترة وحاول أنك تحتفظ في سرك لنفسك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً هاي الفترة تعتبر فترة مميزة جداً لموليد برج الأسد لأنها بتدعمهم شوي مع كثر الضغط اللي هم فيه ولكن وجود العطارد بجوزاء بيعطيهم داعم عالي جداً ويدفعهم للنشاطات الاجتماعية وعلاقات صداقة قدرة على الإقناع وطرح الأفكار وتقبلها أيضاً من قبل الآخرين حسب مجال عملك طبعاً ممكن تلاقي مساعدة أو دعم من الوسط المحيط فيك ممكن تحقق كثير من الأمور على المستوى الاجتماعي أو على مستوى معارف أو صداقات جديدة أو تنشط بالمناسبات والالتزامات عطارد بجعلك تميل لمجالس الحوار وتبادل الأفكار البناءة بإمكانك البدء بتكوين معهد أو مركز تمنموي أو تعليمي لأنه رح يكون ناجح جداً أو حتى في مجال الإعلام لو اشتغلت في مجال اللي إله علاقة بالتنمية أو تنمية الفكرية أو التطوير الأفكار بدعمك بشكل قوي ولكن بدك تنتبه من رغباتك لأنه ممكن تسيطر عليك وبرضو بدك تنتبه من رغبتك في السيطرة على الآخرين أو فرض أراءك عليهم بالقوة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً هاي فترة مهمة لأنه هاي لها علاقة بالبيت العاشر لإلك عشان هيك عشان تمضي بإقدام أو طرح أفكارك لازم تكون مركز جيد صحيح أنه عندك أفكار مبدعة وخلاقة وبإمكانك أنك تطرح على المسؤولين خصوصاً اللي في مجال عملك لأنه هاي الفترة ممكن تلقى آذان صاغية أو تأخذ طريقها للنور أو تتحقق على أرض الواقع بمنحك عطارة القدرة على التركيز ومراجعة أوراقك بشكل جيد لا سيما في مجال العمل برضو تعطيك نوع من أنواع القدرة على التواصل بالعلاقات الاجتماعية أو المعارف أو الطبقات المسؤولة في البلاد أو أشخاص متنفذين في مركزهم بتقدر تطلب منهم مساعدات لا ينصروك أو يساعدوك يكونوا واصطة لإلك في مجال معين برضو ممكن تسعى إلى إنجاز بعض المهام اللي ممكن أنها تأدي لا ترقيتك أو ترفيعك أو لشهرتك حاول أنك تخفف بس من التزاماتك على أساس أنه تبقي مركز بالأمور اللي فيها الفائدة والحياة رح تكون أبسط مما تظن لأنه برضو كوكب عطارد كوكبك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا البيت التاسع لا إلك فعشان هيك الطاقة رح تكون عالية جدا والرغبات عالية جدا لا السفر لبعيد أو لا السفر خارج البلاد أو لا الهجرة أو لا تقديم أوراق ومراسلات مع شركات خارج البلاد أو طلبات فعشان هيك هاي فترة ممتازة للأشخاص اللي بيرغبوا بالدراسات العليا أو إنجاز بعض الرسائل لدراسات العليا أو امتحانات الجامعية أو ممكن تحقق مشاريعك العلمية الكبرى تقدم أكبر علاقات مع أجانب أو الأمور اللي في مجال الصحافة مجال اللي اللي علاقة بالترجمة علاقة بالنشاط الفكري ككل بتدعمك بقوة برضو طريقة الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال الكتابة والشعراء هاي فترة ذهبية لإتبام مشروع كتابهم أو لإنجاحه أو لترويج لإله بتصير الأمور معك بشكل عقلاني ومنطقي وممكن أنك تناقشوا كل الأعمال التجارية الخارجية اللي زي الاستراد والتصدير والتجارة الخارجية أو ترويج لسلعة مع دول أخرى بصير عندك قدرة عالية على تحسس الأمور بشكل فطري بتستفيد من قوتك الروحية لا أبعد الحدود يعني على جميع الأصعدة في الطاقة موجودة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بحاول قدر الإمكان أن هذه الفترة ما تضيعها من إيدك لأنها فترة فيها كثير من الأرباح المادية اللي بتيجي بطريقها لإلك لا سيما من شراكة أو تعويض مادي أو مستحقات أو أموال منقولة من زوج أو الزوجة أو من خلال حصر إرث أو بيع عقار هذه الفترة هي الأنسب للأمور العقارية أو تبديل سكن أو تحسين منزل أو العلاقة مع الأبناء وأفراد الأسرة ولكن بدكوا تنتبهوا بشكل قليل من عصبيتكم الزائدة وحاولوا أنكم تكونوا دائما بشكل واضح أو تتعاملوا بشكل واضح دون قسوة وتكون صادق دون مبالغة عشان تقدر تستفيد من هذه الأمور ككل وقلل من مصاريفك اللي مائلها داعي برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا تعتبر بالنسبة لإلك هاي الفترة من أفضل الفترات على الإطلاق لأنها هاي بتعيد معظم الأشياء لنصابها الصحيح فيما يخص علاقة تاكل عاطفية أو أنك تدفع فيها نحو الأمام بشكل كبير أو تطوير علاقة لمرحلة الارتباط مثلا أو الحوار مع الشريك أو المصالحة طبعا لك تستغل اللي هي الزوايا اللي ذكرناها إيجابيتها وسلبيتها وتلغي العصبية وهاي أفضل الطرق لحل الأمور أو تدعيمها بما يرضي عقلك وعندك قدرة على البحث الجيد بتمتلك هاي الفترة قدرة كبيرة على الإقناع ونشر التأثير في الآخرين بطريقة مدهشة عند هاي الفترة مهمة جدا على مستوى الشراكي العملية برضو بتمنحك طاقة لفرض شروطك الخاصة على شركائك في العمل وبرضو بدون ما تتنازل عن أي شيء ما فيه مصلحتك وطبعا بعيد عن الاستغلال وحاول أنك أيها القوس أنك تظهر قوتك وقدراتك الحقيقية في التواصل الخلاق ونقل الأفكار الحقيقية اللي ممكن تحفز أو تحلق من خلالها عاليا برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هاي الفترة مليئة بالعمل والمشاغل اليومية المتراكمة اللي ممكن أنك تحس بأنه الوقت بيدركك وانت بتقوم فيها يعني أنك ما تقدر تتممها بشكل كامل أو أنك تضطر للعمل وقت إضافي من كثرة الأعباء والأعمال وانت رح تكون في هاي الفترة بحاجة لوقت إضافي كثير أهم شيء أنك ما ترهق نفسك في كثير من الأعمال حاول أنك تهتم بالعمال الضرورية واللي فيها منفع على إلك أنت على طبيعة موليد برج الجدي يعني حياتهم دائما لازم يكون فيها الإشي اللي بيأثر فيهم على مختلف العلاقاتهم فعشان هيك تحاول قدر الإمكان ما تنسى كل شيء وممكن تتخلى عن كثير من الأشياء عشان ترضي نفسك في عملك الفترة هاي بتركز بشكل كامل على العمل فعشان هيك بدك تركز لأنك بدك تستفيد لأن هاي الفترة ممكن يجيك عرض لعمل أو تبدأ بعمل أو يتوجه لك إتمام بعض الأعمال المهمة فلازم تكون مركز بشكل جيد هاي الفترة برضو صحيا ممكن تصاب ببعض الحساسية أو العدوى بدك تنتبه من هذا الموضوع وخصوصا الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالجهاز العصبي أو بالجهاز الرئوي انتبهوا وما تبالغوا في تقدير الأمور حاول أنك تكون شخص صبور جدا ورغم أنك أنت عنيد جدا وما بتستسلم بسهولة ولكن وأنا واثق أنك راح تقدر تنجز كل الأمور ولكن الصبر هو الأساس برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا هذا الوقت المناسب لا تشعر بالراحة والأمان لأنه هاي الفترة الطاقة راح تكون مميزة جدا عندك الشمس وعطارد الآن في البيت الخامس فعشان هيك صحتك بتبلش تتحسن بشكل تدريجي بتشعر بنشاط عالي جدا عندك ممكن يكون لك بعض الاهتمامات بعمليات جراحية أو تجميلية طبعا أو برامج غذائية معينة في هاي الفترة وهاي الفترة تعتبر الأنسب للقيام بهذا الموضوع عاطفيا برضو تستعيد فقة شريكك العاطفي بتعود المياه لمجاريها بتنشطه بالترفيه وممارسة الهوايات انت شخص طيب جدا ولكن شخص غيور جدا وهاي نقطة ضعفك حاول دائما انك تكون انت الشخص المميز ذو الحضور الحقيقي ما تتقمص الشخصيات وإذا كنت من الأشخاص الكتاب أو الشعراء في هاي الفترة فمناسبة جدا للكتاب والنشر والمحاضرات لأنها تلقى قبول كبير عند الآخرين وشهرة جيدة لأن الخيال هو اللي رح يكسبك كثير برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت على الرغم من قسوة الفترة الماضية عموما عليك والأمور اللي ضغطت عليك بشكل عالي إلا أنه الأمور بتعود تدريجيا لشكلها الطبيعي أو الشكل الجيد رح تعمل على ضبط الحياة داخل المنزل القيام بإصلاحات مختلفة بتبدأ بعلاقاتك مع الأسرة وبتنتهي بشكل المنزل أو ديكور المنزل من الداخل يعني رح تهتم على من داخلي وخارجي هاي الفترة ممكن تكون بعملية جرد أو تنظيف حقيقي لعلاقاتك العائلية أو لتطويرها أو لتطويعها عطارد رح يعطيك روح عالي جدا للتحدي تدعمك في هذا الموضوع وقدرة عالية على الإمساك بالأمور داخل المنزل وتحمل المسئولية بشكل كبير أنت إنسان رائع في هاي الفترة حاول أنك تجعل من نفسك القوة وحاول تخرج نفسك من دائرة الضعف لأنه هاي الفترة فيها كثير من الإجابات أو الإيجابيات أيضا اللي رح تكون لصالحك هيك بنكون انتهينا من حلقتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر